وفي إطار مشاركته كمتحدث رئيسيا في الحلقة النقاشية التي يقيمها الاتحاد البرلماني الدولي بالجنافة للاحتفال بذكر مرور 25 عاما على الإعلان العالمي لديمقراطية والذي صدر بالقاهرة عام 1997 ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس أنواب كلمة أكد خلالها على أن دولة المصرية لم تألو جهدا من أجل دعم وتعزيز قيم الديمقراطية عبر صياغتها مقربات تصحيحية تجسدت في ضمان إدماج جميع فئة المجتمع بتمثيل عادل في المؤسسة النيابية وتحقيق معادلة تربط تحقيق التنمية بتعزيز ديمقراطية من خلال حصول الفئة الأولى بالرعاية على حقوقهم الأساسية وتمكنهم بما يضمن خلق مسار تنموي مستدام لهم